سيد الرئيس ايضا استقبل السيد وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون اللي عمل مؤتمر صحفي الحقيقة مع وزير خارجيتنا السيد سامح شكري كان فيه كلام مهم فيه المؤتمر الصحفي اللي كان بين الوزيرين وكان فيه اسئلة مهمة بشكر الزملاء الصحفيين في وزارة الخارجية اللي كانوا موجودين الحقيقة انا كنت بشوف المؤتمر الصحفي والحقيقة كل الزملاء الحقيقة كانت اسئلتهم على مستوى الحدث واسئلتهم كانت مهمة جدا ليجيب علي وزير خارجية البريطاني والسيد سامح شكري في هذا الامر فانا بشكرهم شكري جزيلا كل الزملاء طبعا مثل هذه اللقاءات زي ما حضرتكم عارفين انها بيبقى لتقريب وجهات النظر في بعض الامور بيبقى لاستعراض الاوضاع في المنطقة وفي نفس الوقت بيبقى تبادل وجهات نظر في بعض الامور عندنا الملف الاهم النهاردة اللي هو ملف غزة وملف فلسطين وانه فيه دلوقتي مطالبات على مستويات عدة بانه حل القضياتين هو الحل الامثل لكن منذ متى حيبدأ التفكير في هذا الامر هل مع الوضع الحالي اللي كل يوم الحقيقة تجاوز واستفزاز ودماء ووحشية من جانب جيش الاحتلال الاسرائيلي على المناطق كتير في فلسطين ولا انه الامور تقف تماما وتبقى الهدنة دي مش هدنة مؤقتة تبقى هدنة دايما وتتحول الى الحقيقة ان تعود الامور كما هي عليه او كما كانت عليه ويتم التفاوض الحقيقة في موضوع الدولتين ويتم التفاوض بشكل اكثر شمولية بقى يعني كل الاطراف تشارف في هذا الامر ويبقى في تعهد دولي مش من جانب امريكا واسرائيل بس لانه الوضع الحقيقة بعد 7 اكتوبر بان انه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته على حقوق الانسان يعني اي حد اي دولة اي منظمة لما تيجي تتكلم عن حقوق الانسان تقولها تقول غزة بس تقول غزة كلها هيزكت اي منظمة بتتبع الامم المتحدة برا الامم المتحدة برا مش حالف ايه يجي يكلمك وقولك فيه انت هقول له غزة يا اخ غزة يزكت على طول انما الكلام اللي كان متجرى قبل كده والتأثير على الدول والضغط على الدول بعنها على بحجة موضوع حقوق الانسان وان فيه فلان هنا في السجن هنا وان فيه فلان هنا في اللي مش حالف ايه وان فيه احد المعارضين هنا احنا لا استمع هذا الامر لكن اقول له حضرتك انه الضغط على الدول واخضاع الدول لهيمانة دول معينة ولهيمانة قوة معينة تحت حجة حقوق الانسان بعد 7 اكتوبر الكل اتفضح مخصوصا المتشدقين بحقوق الانسان في الغرب الكل اتفضح يعني اللي يقولك لا 7 اكتوبر ورقة التوت الاخيرة عن انسانية العالم كشف اوراق العالم في الاخلاء ما هذه اخلاء اللي حصل ده خلق كشف اوراق العالم في الاخلاء وفي حقوق الانسان وفي ازدواجية المعايير بشكل يعني انا باسمع النهاردة يعني مش عايزة اذكر دول ودول لكن تعالوا شوفوا الوطن النهاردة يعني يعني ما وده الحقيقة اللي قالها اللي قالها كتير عامل امو المتحدة قبل كده اليوم السبع وسبعيدي لعدواني الاسفائيلي غزة تتحول الى اكبر قبر في العالم زي مننا احمد حامد دياب في الوطن غزة تتحول الى اكبر قبر في العالم احنا يعني ما تيجي في اللغة بتاعت الحروب عمرك ما هتلاقي فيه احقر احقر من هذه اللغة اللي بتمارسها اسرائيل في غزة مش هتلاقي احقر ولا اسوأ ولا اوسخ من اللي بيمرسوا جيش الاحتلال الاسرائيلي في اسرائيل في فلسطين لا علاقة له بالحروب اطلاقا ولا علاقة له بانه عايز اقبض على مجرمين ولا عايز اقبض على خارجين على القانون ولا علاقة له ده انت اساسا انت اساسا خارج عن القانون من 1917 من اول وعد بولفور انت مليكش قانون انت قانون نفسك انت قانون برا العالم جريدة الاخبار قال الابادة مستمرة على مستوى العالم يان بغا يقفت لك النهار وانه بفورطه الاسر ترحل ما فيش وانت عندك الناس بتنتخد العالم العربي وانت العالم الغربي عندك شكله ايه الموضوع ما انت عارف زي ما قال الرئيس السادات قبل كده الله ارحمه معظم الاوراق في ايد الولايات المتحدة هل الولايات المتحدة انت عملت شيء ابدا ده الراجل اول ما اول حطت رجلك قال لك انا يهودي وانا بدافع اليهودية وانا مش عارب ايه اللي هو زي خرجت امريكا بلينك جاء لك انا وبعمل وبساو وذلك هم سحبوا منه الملف ودوه لمستشار الامن القوم فضل يا عم المستشار تعال بقى انت اللي هو سوليفان ده من بلينك لسوليفان يا قلبي لا تحصل ما فيش من بلينك لسوليفان حقوق الانصاب مهضرة من بلينك لسوليفان الوحشية والتجاوز والسفالة والحقارة والدم لكل يوم والاعتداء على المساجد والاعتداء على الكنايس والاعتداء على المستشفى انا شوف ما سمعتش كده في الدنيا انا راجل خمسين سنة انا ما شوفتش كده في الدنيا إنه إنه يطلع قوات أو جيش يقولك ده جيش يسموه عندهم إيه جيش الدفاع ده جيش العار ده ده مش جيش دفاع أبدا ده جيش العار إنك تطلع تخرج المصابين من المستشفى وتخليهم يخرجوا بره خالص واتدقوا المستشفى أنت شفتوا قبل كده ده سمعنا قبل كده عن ده هذا أمر خارج عن حدود الحق وأي واحد يبرر لك ده ما عدوش عقل مش عادة سأقول كلام متجاوز لأنه اللي بيحصل ده الحقيقة يعني